في حفل لتخريج دفعة من الأطباء الجدد بحضور وزير الصحة الشاب المعروف عنه الطيبة والرفق بالفقراء قام نقيب الأطباء أثناء الحفل بإلقاء النصائح الواجبة لهؤلاء الخريجين الجدد ثم قال لهم بعد منتصف ليلة عاصفة طرقت بابي سيدة عجوز وقالت لي أرجوك يا دكتور طفلي مريض وفي حالة خطيرة جدا وأتوسر إليك أن تفعل أي شيء لإنقاذه فأسرعت غير مبال بالزوابع العاصفة والبرد الشديد والمطر الغزير عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وفي رحلة شاقة وصلت إلى مسكنها الذي كان بعيدا جدا وهناك وجدتها تعيش في غرفة صغيرة مع طفلها الذي كان يتألم بشدة في زاوية من هذه الغرفة وبعد أن أديت واجبي نحو الطفل المريض ناولتني الأم بعض النقود فرفضت أخذها وردتها لها بلطف وتعهدت الطفل لمدة شهر كامل حتى من الله عليه بالشفاء هذه هي مهنة الطب والطبيب إنها أقرب المهن إلى الرحمة ومن أقرب المهن إلى الله وما كاد نقيب الأطباء ينهي كلامه حتى قفز الوزير الشاب واتجه إلى المنصة قائلا اسمح لي سيد النقيب أن أقبل يدك فمنذ عشرين عاما وأنا أبحث عنك أنا ذلك الطفل الذي ذكرته في حديثك الآن سوف تسعد أمي وتهنأ فقد كانت وصيتها الوحيدة لي قبل موتها هي أن أعثر عليك لأكافئك بما أحسنت به علينا في فقرنا بك النقيب ودعا بالرحمة للأم ودعا الحاضرون لها وللنقيب الذي كان منذ تخرجه يهب يومين كل أسبوع يعالج فيهم الفقراء بالمجان والذي تأثر به معظم تلاميذه من الأطباء وساروا على دربه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا بعدما تخرج الدكتور رأفة من كلية الطب تم تعيينه بإحدى مستشفيات العاصمة لمدة ثلاثة أعوام تزوج خلال هذه الفترة من ابنة عمه وبعد الأعوام الثلاثة انتقل طبيبا لوحدة مجمعة بإحدى القرى البعيدة جدا عن العاصمة فحزن كثيرا لانتقاله وحزن أكثر عندما رفضت زوجته الذهاب معه إلى الريف وعندما سأل أحد أصدقائه عن سبب ما يحدث له ابتسم وقال له لأنك مقصر جدا في صلاتك وعبادتك لم يهتم رأفة بكلام صديقه وسافر إلى مجمع القرية بمفرده وفي الشهر الأول من قدومه قابله الفلاحون بالصدود وكانوا يتركونه ويذهبون إلى أطباء أقرب مدينة لقريتهم وظل في حيرة حتى عرف السبب فقد كان الطبيب الذي قبله يفرض عليهم أن يأتوا إلى عيادته ليتقاض منهم أتعابه أضعافا مضاعفة فكره المرضى من الفلاحين المجمع والأطباء قاوم الدكتور رأفة هذا الجفاء بحسن معاملته وبصيرته حتى أعاد ثقة الفلاحين إلى المجمع وتدفق عليه المرضى كالسيل من كل القرى المجاورة فرح رأفة بثقة ناس به وأرسل لزوجته يخبرها بما حدث وطلب منها أن تأتي وتشاركه نجاحة ولكنها رفضت واعتذرت له جاءه شاب من قرية المجاورة وأخبره أن جاره في حالة خطرة فأسرع وذهب معه وعند دخوله القرية لم يجد بها أي معلم من معالم الحضارة وأرضها تنخفض وترتفع لمسافات طويلة وعند وصوله لبيت المريض فوجئ عند باب البيت بحجر كبير مربوط به حبل طويل ووجد داخل البيت الذي يتكون من غرفة ودورة مياه رجلا كبير السن كفيف البصر وبعد أن كشف عليه ابتسم وسأله عن سر الحبل الموجود أمام البيت فقال له الشيخ يا ولدي هذا الحبل من أجل الصلوات الخمس في المسجد وبدايته أمام باب داري ونهايته عند باب المسجد إنني أمسك به بعدما أخرج من بيتي قبل الأذان حتى أصل إلى المسجد ثم بعد الصلاة وخروج الناس أخرج وأمسك بالحبل مرة أخرى حتى أعود إلى بيتي فأنا ليس لي قائد يقودني وكما تعلم يا بني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصلاة عماد الدين وأنه قال في حديثه ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله بكى رأفة بكاء شديدة واستغفر الله ونهض وتوضأ وصلى صلاة العشاء وأخذ يدعو الله أن يسامحه وعهده على المداومة على الصلاة بأوقاتها والاهتمام بكل العبادات والإخلاص في المعاملات وبعدما عاد الدكتور رأفة إلى المجمع اتصلت به زوجته وقالت له وهي تبتسم لقد اقتنعت بكلامك وسأصل إليك ظهر الغد وأقيم معك فانتظرني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم معلمة بارعة في عملها متزوجة من مهندس لا يقل عنها براعة في عمله أيضا ولهما ابن يبلغ من العمر عشر سنوات إلا أنه دائم الصمت ولا يفرقه الحزن إلا قليلا وكثيرا ما يبكي كلما جرس وحيلا وقد فشل أكثر الأطباء في علاجه كما فشل والداه في إخراجه من حالة العزلة التي يعشقها والتي لا يعلماني سببها وفي يوم من الأيام دخلت هذه المعلمة إلى الفصل وألقت التحية على تلاميذها ثم طلبت منهم في جدية واهتمام أن يكتبوا موضوعا يطلبون فيه من الله عز وجل أن يعطيهم أكثر شيء يتمنون تحقيقه في هذا العالم وبعد انتهاء اليوم الدراسي وعودة التلاميذ إلى منازلهم جلس كل منهم يفكر في أمنيته البعض تمنى لعبة جديدة والبعض تمنى التفوق والبعض تمنى المصالحة بينه وبين إخوته وهكذا وفي اليوم التالي أعطى كل تلميذ للمعلمة الورقة التي كتب فيها أمنيته التي يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحققها له أخذت المعلمة الأوراق ووعدت تلاميذها أن تقرأها باهتمام وعناية في بيتها وبالفعل جلست هناك تتأمل الأوراق وتقرأ أمنيات طلابها ولكن هناك ورقة جعلتها تبكي بشدة وعندما دخل عليها زوجها سألها عن سبب بكائها فأعطته ورقة التلميذ وهي تقول خذ قرأ موضوعه بنفسك كان مكتوبا في الورقة كلمات مؤثرة جدا بالفعل حيث كتب التلميذ إلهي أسألك هذا المساء طلبا خاصا جدا وهو أن تجعلني هاتف جوال فأنا أريد أن أحل محله أريد أن أحتل مكانة مميزة وخاصة في المنزل وأن أصبح مركز اهتمام الجميع ينظرون إلي باهتمام وبأسلوب شيق لا أريد أن أعود مجددا إلى منزلي وأجد أبي مشغولا عني بالحديث في الهاتف وأمي مشغولة عني بالنظر إلى بعض الصور على هاتفها أريد أن أكون أنا هذا الهاتف الذي يهتم به الجميع وأخيرا وليس آخرا أريد منك يا إلهي أن تقدرني على إسعاد والدي والترفيه عنهم مثل ما يفعل هذا الجوال انتهى الزوج من قراءة الموضوع وأخذت الدموع تتساقط من عينه ثم التفت إلى زوجته وقال يا إلهي إنه فعلا طفل مسكين ما أسوأ أبويه ازداد بكاء المعلمة وهي تقول له إنه الموضوع الذي كتبه ابننا وبعد لحظات قررت المعلمة أن تأخذ إجازة طويلة من عملها لتتفرغ تماما لأبنائها وعندما سألها مدير المدرسة عن سبب طلبها قالت له الأبناء نعمة من الله هم رأس المال والاستثمار الرابح وامتداد العمر وأهم شيء في هذا العالم قررت أن أعيش معهم لا أعيش من أجلهم فأفضل ما يمكننا تقديمه لأبنائنا هو الاستماع إليهم والاهتمام بحديثهم والاقتراب منهم خاصة في مراحل عمرهم الأولى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون